هنبدأ بخبر علمي والخبر العلمي ده عشان اللي ما تبغوش معانا من الحلقة اللي فاتت بنختار لحضراتكم بعض الاخبار العلمية الحديثة جدا جدا اللي بنرى انها مفيدة ومهم ان حضراتكم تعرفوها وبنعلق عليها والخبر معانا النهاردة عن مرض ارتجاع المعدة والمريء الخبر بيقول ان مرض ارتجاع المعدة والمريء زي ما انتو شايفين كده على فكرة ال GERD هو ده اللي هو اسمه gastro-osophageal reflux disease مرض الارتجاع المعدة والمريء ده مرض بيصيب ناس كتير اول الناس اللي هم بيصابوا بالارتجاع وبيبقى عندهم حمودة الخبر الجديد بقى بيقول ان هذا المرض او المرضة اللي عندهم المرض ده من الممكن ان يؤدي الى التأثير السلبي على الاذن الوسطى على الودان والحقيقة ان ده خبر يعني له علاقة بدراسة تم نشرها في 28 يوليو 2022 عن التأثير السلبي لهذا المرض على الاذن الوسطى اتقال في الدراسة دي ان الحمض اللي بيكون موجود في المعدة بيطلع للمريء ومنها بيتصرب للاذن الوسطى من خلال منطقة اسمها غشاء الشباك الدائري انا طبعا ببسط لحضراتكم الكلام الطبي الغشاء ده بيتأثر وبيرشح وبيخلي فيه الانزيمات بتاعة العسارة الهضمية توصل للاذن طيب لا قدر الله يعني بيعمل ايه بقى لما يوصل في الاذن ده بيؤدي الى التهاب اعراضه التهاب ده اسمه تينيتس اعراضه ايه وش وطنين وزن اللي هو الواحد يبحسس بدوشة وما فيش حاجة عاملة دوشة ولا حاجة خلاص بيؤدي كمان التأثر ده او الاذن دي بتتأثر في شكل ان بيحصل فيها خلل وظيفي في قناة ستاكيوس وده قد يؤدي لقدر الله الى فقدان السمع على فكرة كان فيه دراسة سابقة اتعملت قبل كده عام 2015 وضحت ان الارتجاع الناس اللي عندهم ارتجاع ده بيأثر سلبيا على البلعوم والاحبال الصوتية وكان عند المشاركين في الدراسة دي وقتها في 2015 يعني من المرضى خلل وظيفي في قناة ستاكيوس 10% بشكل عام من مرضى الانف والأذن والحنجرة بيكون عندهم مشاكل في الارتجاع يعني اللي عندهم ارتجاعات اليوم يروحوا للانف والأذن والحنجرة بيبعندهم مشاكل وطبعا بيبعندهم مشاكل في النوم والتهابات في الجيوب الأنفية طيب انا ليه او احنا ليه كفريق عمل اخترنا هذا الخبر لحضراتكم الحقيقة اختيار الخبر ده كان ضروري علشان كلمة عايزة وجهها للناس والشباب ويعني وكل الناس خاصة بالأكلات المقلية والأكلات الحرة بقى فيه ترند كده او موضة ان بقت الناس تاكل الحاجات المقلية كتير اوي بقت حتى الاعلانات يعني بتتبارى في فكرة ان الحاجات المقلية دي كتير وكريسبي كده اللي هي مقرمشة والحاجات دي كلها دخل على الخط بقى كمان انها مش بس كده دي كمان حرة او مش هتشطة ده كمان لدرجة انه بقى فيه مقرمشات كده يعلن عنها من قان لاخر يعني يقولك ان درجة الحروقية بتاعتها مش هتقدر تستحملها وحاجة غريبة جدا والحقيقة ان النوع ده من الاكل او النمط الغذائي ده من اهم الاسباب يعني ده السبب الرئيسي في الاصابة بامراض الارتجاع المعدي وامراض ارتجاع المريء الاكل المقلي بشكل عام والاكل السبايسي او الاكل الحاد اللي هو الحار ففكرة انه يبقى فيه اتجاه كده ان الناس تاكل ده يعني المحلات التجارية او المشاريع التجارية ما بيفرقش معاها الصحة في حاجة بالمناسبة يعني هو فارق معاهم المبيعات والتجارة والمكسب والحاجات دي كلها لكن احنا المفروض يفرق معانا صحتنا وصحة ولادنا مش بس صحة ولاد صحتنا احنا كمان فمش لازم نتجه احنا بقى ناحية ايه الاكل اللي هو المقلي كتير والناس لما يعني تخرج تبص ليهم فيه حاجات مقلية كده كتير وحاجات كده وحتى في البيت قللوا شوية كزوجات وامهات قللوا شوية من الاكل المقلي البطاطس موك تتعامل في الفرن الفراغ موك تتعامل في الفرن بلاش الاكل مالي وتقولوا ايه اص الولاد ما بيكلوهاش غير كده ايه ما ده مضر ده مضر فاحنا درنا ان احنا نقول لكم ايه المفيد وخلوا بالكوا بقى ان مش بس ده المفيد ده الاكل ده او نمط يعني اعتماد هذا النوع من الاطعمة يؤدي بشكل مباشر وصريق مش احتمال ده بيؤدي لازم وانا بشوف الحقيقة ولاد صغارين خالص اطفال عندهم ارتجاع يعني يشتكم الحكاية دي فخلوا بالكوا ان ده السبب الرئيسي نوع الاكل ده في الارتجاع بتاع المعدة والمريء اللي هو في حد ذاته يعني ربنا يقوي الناس عليه ويعالق يعني ويشفي كل مريض منه الجديد بقى ان الارتجاع ده هيأثر على الودن فبقت حاجة يعني لازم نخلي بالنا منها موسيقى